السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انه هدو معنا وصفة سهلة وسريعة ويلا بينا نشوف ايه هي الاول احنا جبنا بصل هنقطع مكعبت صغيرة الوصفة دي هتحبوها وممكن تعملوها بكذا حيقة يعني ممكن تحشوها زي من هعملها دلوقتي او ممكن تعملوها بحشوات كمان مختلفة انا حطت هنا البصل انا بحط سمنة مع حبة زيت وطبعا زي ما انتو حابين يعني انا على فكرة بعمل السمنة البلدي ديت بجيب زبدة وبصيحها وبعملها زي السمنة البلدي ولو حابين انتو تشوفوها يعني اكتبولي في الكومنتات وانا في مرة ممكن اعملها لكم اورها لكم بتتعمل ازاي اه وانا بقى بحمر البصل هجيب دقيق دي بقى عشان اقفل بها اليوفكة اه هجيب دقيق يعني حوالي ممكن معلقتين ونص كده وبعد كده دي مية عادية اه مش سخنة ولا حاجة اه مية بس عادية من الكاتل اه بدود بها بس دقيق كده لحد ما يبقى ايه اه يعني ما يبقاش ولا خفيف خالص ولا تقيل قوي يعني ايه اه سمك وسط كده عشان بس ايه يقفل معي العجينة بس يعني ايه مش تقيلة قوي البصل يا دوبك اتحمر كده ادى لون دهبي وبعد كده هحط معي الايه السبانخ طبعا بقى آآ آآ فرصة ان انتوا تستعملوا السبانخ في الحشوات لاني اوقات كتير اولادنا ما بيحبوش في ياكلوا سبانخ فانت ممكن تخبهالهم كده في حاجة زي كده هيحبوها ويحبوا ياكلوها ممكن بقى تعملي كل الحشوات ده ملح وفلفل وكمون آآ فبقولك يعني بقولك ممكن تعملوا كل اي حشو انتوا حبنا آآ انا هحشيها السبانخ ولحم مفرومة يعني حبه بالسبانخ وحبه باللحم المفروم آآ ممكن مثلا تعملي فلفل الوان آآ مع لحمة آآ او مع فراخ برضو ينفع بس هي ديت اليوفكة وطبعا بقى ايه ممكن آآ في بلاد ما فيهاش ما فيهاش اليوفكة ديت فممكن تستخدموا جلاش آآ ممكن آآ تعملوا رؤق طري آآ ممكن تعملوا سامبوسة بس بنفس الحشوة يعني فيه برضو اختيارات كتير آآ ممكن مثلا تعملوا تورتلة برضو يعني يعني فيه حق فيه اختيارات كتير بس انا حبيت ان انا الصراحة اجربها آآ لاني عجبني اش ااكلها يعني وكمان على فكرة عجنتها تحفة يعني العجينة ذاتها هي ولا جلاش قوي ولا رؤاء آآ يعني هي مختلفة شوية آآ انا جبت هنا بقى حطيت معا جبنة مرزرلا طبعا ده برضو ايه بيداري شوية الطعم لو اولادك ما بيحبوش السبنخ آآ بيداري يعني وبعد كده ايه آآ لفتها وحطيت معا آآ على طرفها الدقيق بالمية اللي انا عاملي ده عشان اتأكد ان هي ايه آآ تقفلت كويس عشان طبعا اما جا حمرها في الزيت آآ ما تفتحش مني ايه بالطريقة دي سهلة يعني مش مش صعبة خالص يعني ان شاء الله تجربوها وتحبوها وتقولولي رأيكو في الكومنتات ممكن تحطوا مثلا حشوات جبنة بس يعني لكو اختيارات كتير آآ ممكن تعملوها مشروم مع جبنة مورزاريلا برضو بالبصل زي ما انا عملت بدال السبنخ ممكن تحطوا مشروم آآ وممكن برضو تحطوا معاها برضو الجبنة المورزاريلا برضو هيبقى طعم مطحفة يعني دي فيها حاجات كتير ممكن تيه يعني مفتوحة ممكن تشكلوا زي ما انتوا عايزين ممكن تحطوا خضر بس فيه ناس بتحب مثلا بصل مع مع كوسة مبشورة او كده بس تخلي بالكو الكوسة ما تنزلش ميتها طبعا الجبنة المورزاريلا هنا بتبقى بتبقى طعمها حلوة يعني مع الحشوات دي انا طبعا كنت عاملة اللحمة العصاب دي آآ سهلة يعني بصل حمرت البصل عادي وحطيت اللحمة وملح وفلفل وشوية آآ وشوية قرفة دي بقى بصوا بعد ما انا عملتها لفتها لازم تغطوها عشان ما تنشفش منكو يعني حتى وانتوا بتلفوا وانتوا بتعملوا هضغطوا اللي انتوا عملتوه واتغطوا كمان اللي انتوا هتلفوه عشان ايه ما نشفش منكو ابدا وبس وبعد كده انا خليت الزيت يعني يسخن شوية وبعد كده بدأت ايه اوضت عليه لحشان ما تتحمرش جيمد لانها برضو رقيقة يعني بصوا لحد ما بقت زي ما انتوا شايفين كده دهبي كده وعلى فكرة ممكن كمان تعملوها وتحطوها في الفريزر وفي اي وقت انتوا عايزين تعملوها تطلعوها وتحمروها على طول برضو هيبقى سهلة يعني بس بصوا بقى يعني العجينة مشاء الله ما بتفتحش معي او ده ابني بقى اكلوا دقوا عجبوه ويا رب كمان تكونوا انتوا عجبتكو وتجربوها وتقولين رأيكو وتقولين رأيكو في الكومنتات واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة